بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين أصدقائنا أصدقاء قناة SBC EG أهلا بيكم في حلقة جديدة وإحنا معدنا النهاردة مع برج السرطان برج السرطان ده برج بيمسك من 21 ستة ل 22 سبعة بيتحكم فيه كوكب الأمر وأقرب الأبراج اللي بتتآلف مع برج السرطان هو برج الجدي برج السرطان فيه ناس ما بتحبوش من اسمه يقولك السرطان ده برج السرطان يا سياتر السرطان مع العلم بقى أن برج السرطان من أجمل الأبراج اللي ممكن تتعامل معاها في حياتك برج السرطان برج عطوف جدا 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 متآلف يتآلف بسرعة وبيحب الناس معطاء بيدي بين غير حساب غير إنه مبدع بيعلم برج مبدع عنده إحساس بالفن ونزع للفن برج السرطان لما بيحب بيحب بجد وبيتمسك بحبيبه جدا 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 وفي نفس الوقت لو حب ينهي العلاقة بينهيها بكل سهولة ما بيسبش حتى جواه أي شيء من الضغيمة برج السرطان السنة دي حظه مش عالي قوي لكنه في نفس الوقت حظه مش وحش حظه معتدل لكن اللي ممكن يعد الميزان حظه فعلا هو إنه يتخلى عن شوية حاجات كده عنده تعباه شوية يعني أول الحاجات دي مثلا الطموح عند برج السرطان محتاج إنه يعلب سقف طموحه شوية لازم يبص للنظرة المستقبلية نظرة أعلى ويعلب سقف طموحه لإنه عنده الإمكانيات إنه يكون أحسن من اللي هو فيه دلوقتي حالته المزاجية حالته المزاجية بتتحكم فيه بشكل غير عادي وفي نفس الوقت هو متشائم والتشاؤم بتاعه ده بيخلي روحه تخسر كتير من قوتها لإن التشاؤم والتفاؤل بيكون ليه سبب كبير وعامل كبير في النجاح لكن فيه ناس من برج السرطان إلا من رحم ربي متلعبين شوية بيحبوا اللعب وبيحبوا قلة الاهتمام فأنا بنصحهم السنة دي إنه هم يحاولوا يغيروا كل العيوب دي ويحاولوا يتفادوها ويحاول ياخد الحياة بجدية أحسن من كده وإن شاء الله لو برج السرطان قدر يتخلى عن العيوب ديه السنة دي هيعمل حاجات كتير مع ملهاش السنين اللي فاتت لإن نقدر نقول إن النص حظ والنص عيوب من عندك فحاول تخلص من عيوبك وبأمر الله هتحقق اللي مقدرتش تحققه قبل كده وأخيراً بنتمنى البرج السرطان السنة دي حظ ممتاز وحظ سعيد جداً ونتمنى له التوفيق ومع تحيات قناة SBC EG وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله